اشتركوا في القناة انه عند الظهر سمعت جلبة عربة وقفت امام رتاج الفندق ونزلت منها السيدة دينو سينجين وهي تسأل ان كان ابوها لا يزال في فندق على جواب سيلفي الطاهية بالايجاب صعدت البارونة السلم مسرعة كان اوجين في غرفته على غير علم من جاره وكان قد طلب الى الابي غوريو وهما على الغداء ان يهتم بنقل اغراضه قائلا له انهما سيلتقيان قرب الساعة الرابعة في شارع ارتوا ثم ذهب لكي يثبت حضوره في معهد الحقوق وحينما رجع الى الفندق كان الابو غوريو قد ذهب في طلب الحمالين سمع الطالب صوت ديلفين في غرفة والدها فاصغى الى ما تقوله ثقة منه بانه لم يبق بينهما ما يمكن ان يخفيه احدهما عن الاخر كانت الابنة تقول لابيها اه يا ابتي احسنت حينما طلبت حسابا عن ثروتي لان لا افقدها هل استطيع ان اقول كل شيء هنا نعم نعم لا احد هنا يسمعنا الان ما الذي حدث فاتطرك الى المجيء في طلبي في حين كنا مزمعين بعد لحظات ان نكون في شارع ارتوا جاء للبارون دينو سينجن هذا الصباح يقول لي ان محامين الاستاذ ديرفيل هدده بانه سيقيم الدعوى عليه واكد له انه سيربحها ضده لذلك هرول زوجي يسألني هل انا اريد افلاسه وافلاسي معا اجبته بانني لست افهم شيئا من هذه الامور الحقوقية بل كل ما افهمه هو ان لي ثروة خاصة بي واريد ان تعود الي ثروتي حينئذ اطلعني على مجرى اعماله ومشاريعه قائلا لي ان هذه المشاريع لم تزل في بدايتها وانه ضمنها تحت مبالغ طائلة فان هو اضطر الى فصل بائنتي عن هذه الضمانات اكون قد دفعته الى اعلان افلاسه وان امهلته سنة يعدني قاسما بشرفه بان يعيد الي ثروتي مضاعفة اخافني يا ابت العزيز لكنني وجدته مخلصا في كلامه وطلب مني ان اغفر له ما صنعه بثروتي من غير ان يأخذ رأيي فيه وترك لي حرية في سلوكي شرط ان اطلق يده في ادارة اعماله مع السماح لي بان ادعو الاستاذ ديرفيل ساعة اريد لكي يطلع على سير هذه الاعمال ويتأكد من سلامتها ثم انبأني بانه تخلى عن راقصته وعزم على الاقتصاد الصارم لكي يستطيع ان يحتفظ بثقة الناس في سمعته وفي اسمه حتى نهاية المشاريع التي باشرها وحينما ترددت في تصديق كل ما قاله لي اراني دفاترة واطلعني على حساباته واخيرا بكى كأنه اضاع صوابه وهو يرث حظه حتى اثار شفقتي لا تصدقيه انه مشعوذ تعاملت مع المان كثيرين وفهمت اخلاقهم صحيح ان معظم هؤلاء الناس طيبوا القلب سليموا السريرة لكنهم حينما يرجعون تحت ستارة ذرجتهم الى الشعوذة والملعنة فانهم يصبحون اشد خطرا من سواهم ان زوجك يخدعك شعر بالضغط على حريته فتماوت لك يتصرف دائما باسمك ويتدارك به مخاطر تجارته ان هذا الرجل داهي لا لا لن ادع ابنتي تتجرد من كل مالها ان لي خبرة واسعة بالمعاملات التجارية قال انه وضع امواله رهن مشاريع فاين هي الاوراق والمستندات التي تبين لنا صدق ما يقوله يجب عليه والحالة هذه ان يرين حساباته لكي ندخل معه في شروطه ويكون لنا اسهمنا باسم ديلفين غوريو زوجة البارون دينو سينجين المنفصلة عن زوجها فيما يتعلق بالاملاك هل يظن هذا الرجل اننا لا نفهم شيئا هل يظن انني استطيع ان اتركك ساعة واحدة مجردة من ثروتك ااكون قد اشتغلت وكدحت طوال اربعين سنة من حياتي وحملت اكياسا ثقيلة على ظهري والعرق يتسبب من جبيني وحرمت نفسي من كل شيء لاجلكما يا ملاكيا انتما اللتان كنتما تهوينان علي كل تعب ومشقة ااكون قد قمت بكل ذلك العناء لكي ارى ثروتك ما تتلاشى اليوم كالدخان لا لا ساتطلع على حسابات زوجك واحقق في دفاتره وفي صندوقه ومشاريعه لكي اضع ثروتك بكاملها في مأمن من عبث العابثين انك لحسن الحظ منفصلة عنه ماليا ولك محام قدير وجدير بكل ثقة وستحتفظنا بمليونك الصغير وبدخلك السنوي لبالغ خمسين الف فرنك وإلا اقنت باريس واقعدتها اه اه سارفع دعواي الى مجلس الشورى ان لم تستجبني المحاكم ولن يرتاح لي بال إلا حينما أراكها نئة من جهة المال فالمال هو الحياة وهو عصب كل عمل أيريد هذا الألماني الدخم أن يتلاعب بنا؟ ديلفين لا تتنازل قيد أنملة عن حقوقك لهذا المنافق الذي كبلك بالقيود ودفعك إلى أحضان التعاسى إنه يحتاج إلى رضاك وسكوتك لكننا سنضيق عليه الخناق وسنسيره كما نشاء يا إلهي إني أشعر بالنار تتأجج في دماغي أراد الفينة على الحصير ولا أخرب الأرض؟ أين قفافيزي؟ لنذهب إني أريد أن أرى كل شيء الدفاتر والصندوق والمشاريع والمحاسبات والمرسلات الآن لن يهدأ روعي إلا حينما أرى ثروتك في منجاتي من كل خطر وأرى ذلك بأم عيني على مهلك يا أبي لنكن حكماء فلا عداوة ولا انتقام في هذه المسألة وإلا قضي علي إنه يعرفك وكان يعلم أنك سوف تدافع عني فأخذ احتياطاته الكافية وقبض على ثروتي بيد من حديد وهو يستطيع الآن أن يهرب جميع الأموال ويتركنا هنا عاجزين عن اللحاق به إنه ضعيف وقوي في آل واحد هو إذن مخاتر مختلس أجل يا أبتي ولم أشأ أن أطلعك على دخيلة نفسه لألا أحزنك لتزويجك إياي برجل من هذا النوع إنه فضيع وأنا أكرهه وأحتقره كيف أستطيع أن أحفظ له شيئا من الاحترام بعد كل الذي قاله لي وكشف به عن سوادنياته فهو لا يتورع عن حبك خيوط صفقات تجارية مريبة اقترح علي وهو زوجي أن يترك لي حرية كاملة إن أنا رضيت بأن أكون أداة طيعة بين يديه وجعلت من اسمي ستارا يخفي تحته اختلاساته ولكن عندنا قوانين وشرائع وعدالة لا يا أبتي لن نجد شرائع ولا قوانين ضده اصنع باختصار لغته الخبيثة ستخسرين كل شيء ولن يبقى لك فرانك واحد إن أنت رفضت ما أقترحه عليك لا يمكنني أن أجد لي شريكا سواك فيما أقدم عليه لذلك يجب عليك أن تتركيني أدير مشاريعي كما يطيب لي فكأنه كان يريد أن يقول لي إنني أتركك تقترفين هفاوات فتركيني أرتكب الجرائم وأخرب بيوت المساكين هل تعلم ماذا يعني بقوله؟ أتركيني أدير مشاريعي كما يطيب لي إنه يشري أراضي جرداء باسمه ثم يكلف أناسا معدمين بالسعي في بناء البيوت عليها فيتعاقد هؤلاء الناس مع ملتزمين يقومون ببناء هذه البيوت مقابل سندات طويلة الأجل يوقعها لهم هؤلاء النصوص ثم يحولون ملكية هذه البيوت لاسم زوجي مقابل عمولة زهيدة ثم يشهرون إفلاسهم ضاربين بحقوق الملتزمين عرض الحائط هؤلاء الملتزمون المساكين الذين غرهم اسم برك نوسينجين وعلمت أيضا أن البارون دينوسينجين أودع أموال طاعلة في مصارف أمستردام ولندن ونابولي وفيينة إلى آخره فكيف نستطيع أن نصل إليها؟ سمع أوجيل أبا كوريو يقع على بلاط الغرفة هاتفا يا إلهي لقد أشقيتك يا بنيتي يوم ترقتك تتزوجين بهذا الألماني اللعين الذي وضع الأغلال في يديك اغفر لي سامحيني ربما كان بعض الذنب ذنبك في زواجنا لأننا لم نكن بعض أصبحنا على شيء من الخبرة على الآباء أن يفتكروا بدلا عن بناتهم في سبيل تنويرهن إلا أنني لا أريد أن ألومك يا أبي العزيز بهذه الكلمة فاغفرها لي لا شك في أن الذنب ذنبي أنا وحدي آه لا تبكي لا تبكي لقد جرحت قلبك عن غير قصد مني وأنت أيضا لا تبكي يا صغيرتي أعطني عينيك لكي أمسح دموعهما بقبولاتي لا تهتمي سوف أستعيد عزيمتي وأجل الغموض عن جميع أعمال زوجك لا يا أبي دعني أدير الأمور بنفسي سأعرف كيف أقوده إنه لا يزال يحبني وستكون لي السلطة الكافية على إقناعه بوضع قسم من المال باسمي تعال فقط غدا واتطلع على دفاتره وحساباته لأن الأستاذ ديرفيل لا خبرة له في الأمور المالية ولكن لا لا تأتي غدا لأني أريد أن أكون في هذا اليوم خالية من الهموم فالحفلة الراقصة في قصر السيدة بوزيان ستقام بعد غد وأريد من الآن أن أعتني بثيابي وبزينتي لكي أكون كما يشتهي صديقي أوجيل لنذهب فنرى غرفته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة